بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من وكان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجدينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه أحنا وإن جاهداك لتشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فانبئوكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنلقننهم في الصالحين ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا والنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم منه شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم الغيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فلبذ فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومي يعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون بودون الله أرسالا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون بودون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عود الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذبهم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير خل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء خدير يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَأَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وإليه تقلبون وما أنظم بمعجدين في الأرض ولا في السماء وما لكم مردون الله من ولي ولا نصير والذين غفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جراب قوم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فانجار الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذكم من دون الله أوسانا مردد بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نوء وقال إني مهادر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب واجعلنا في ظري يده النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلِ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُوْكَرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أُتِنَا بِعْذَابِ اللَّهِ أَنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِخِينَ قال رب وصرني على القوم المفسدين ولما جات رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين إنا موذلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسغون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبدوا الله واردوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لهم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مسترصرين فقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذتوا الصيحة ومنهم من خصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبون اتخذت بيتا وإن أوهن البلوت لبيت العنكبون لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دوني من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أدل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تدادلوا أهل الكتاب إلا بالذين هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لهم مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتينا هم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يدهد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تذلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأتاب المبطنون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يدهد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوذل علي آيات من ربه قل إنما الآيات عمود الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم إنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرها لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاصرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب وليأتينهم مغتدوا وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكو ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كلنا استغذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غوفا وتجريموا تحتي الأنهار قالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرضقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سأل ذو من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والغمر وليقولن الله فأنا يؤفقون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرنه إن الله بكل شيء عليم ولئن سأل ذو من نزل من السماء ما وفاحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا رقبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليك في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين